أصدر رئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بقانون حدد فيه سن الزواج لكل الجنسين بثمانية عشر عاما والذي مع استثناءات محددة بقرار من المحكمة المختصة لكن المرسوم أثار ردود فعل متناقضة ما بين من أيد هذا القرار ومن رفضه البعض اعتبره قرارا مستعجلا وخضوعا لضغوطات خارجية من بعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأسيدة والتي صادق عليها الرئيس عباس عام 2009 المنظمات النسوية عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية على تحقيق هدف رفع سن الزواج لكن مع صدور المرسوم أبدت تحفظا على الاستثناءات الواردة فيه وتعهدت بالمضي في مساعيها لإلغاء الاستثناءات أو حصرها بأضيق الحدود مفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين قال إن المرسوم صحيح من حيث الشرع لأنه من حق سلطان في الإسلام أن يحدد المباح أما الاستثناءات فتستدعيها المصلحة ويقدرها القاضي المختص وأن تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاما كما معمولا به في فلسطين كما أنه معمول به في عدد من دول الجوار سريدة حسن أو حسين هو مدير طاقم شؤون المرأة وهو ائتلاف يضم الأطراف والمؤسسات النسوية الأهلية تقول القرار تأخر كثيرا مع كل التغييب للقضايا الاجتماعية عن أجندة القيادات السياسية الفلسطينية والأجوز لمجتمع يخوض معركة لتحرير نفسه من الاستعمار أن يستمر بتزوج أطفاله وتحميلهم مسؤوليات تفوق إمكانياتهم ورفع سن الزواج كافية للتوعية من جهل الأطفال بمعنى الزواج ووظائف الجسم وتأسيس أسرة وكيفية التربية وتعامل مع الحياة الأسرية أما بالنسبة للمطالب هذه كانت اجتماعية التي رأيتموها لكن هناك من انتقد القرار من الناحية القانونية الحقوقية وهو فريد الأطرش أيد القانون وطبعا هو حقوقي معروف رغم أن أعارض يقول القرارات القانونية التي يصدرها الرئيس الفلسطيني في ظل غياب المجلس التشريعي ومن يعارض القرار فذلك ينبع من عدم وعي ومعرفة بحالة الطلاق والتي تنتج عن الزواج المبكر والمشاكل الاجتماعية التي يذهب ضحيتها على الأغلب النساء في المقابل هناك فئة من المنظمات منظمات المجتمع الفلسطيني ترفض كل القوانين الوضعية فكيف تقبلوا باتفاقية سيداو؟ هذه مثلا حملة في عدة جامعات فلسطينية في الضفة الغربية لحزب التحرير للوقوف ضد الاتفاقية لأنهم يرون فيها تنفيذا لبرامج أعداء الإسلام لإفساد المرأة وتفكيك الأسرة والتخريب الممنهج والمدروس للجيل الناشئ من قبل الجهات الخارجية بأدواتها المحلية ونضموا معرضا للكتاب في هذا الصدد بعض التغريدات وانتقيناها مختلفة عن بعضها كالعادة هذه مثلا تغريدة دعاء حطاب أول مرة أحس أنه في قانون صح عمل وبكفي ظلم للبنات ممكن هي مش مدركة عواقب أنها ترتبط بعمر صغير واللوم على ألوياء الأمور وعقبال ما يرفعوا للتلاتة وعشرين بيكون أحسن وأحسن أما بالنسبة على شقور بغض النظر عن أنه بزماننا يفضل أن البنت تتعلم وتتزوج واعية أكثر بس هذا مخالف للشريعة الإسلامية الله أعلم شورح يسن قوانين تانية مخالفة للشريعة والإسلام أبرار أبو بكر يقول لازم ينرفع للخمسة وعشرين لأنه في بنات مفكرين الزواج لعب وحفلة وفستان أبيض وما لهم علاقة بتحمل المسؤولية ومحملينها جميلة بحالها كمان بالنسبة لآخر تغريدة من بلال التميمي يقول نعم لرفع سن الزواج هذا بسبب ارتفاع نسب الطلاق وقما قيل إذا عرف السبب بطل العجب وتشخيص المرض ثلثة العلاج أما بالنسبة لكاميرا بي بي سي في رام الله سألت الناس عن بعض من آرائهم بالقرار لنستمع لهم أنا مع أنهم يحددوا لسه لا أكثر من 18 عام لأنه لازم يكون الطرفين يقدروا يتحمل المسؤولية لأنه تقدر تحكي من خمسة وعشرين فما وفوق نعم قرار يعني سليم مية في المية ما فيه أي أشكالات لأنه كل مكان السن أكبر سوية كل مكان الزواج يعني ببقى سليم ما فيه أي مشاكل أو أي غبار أنا معترض عن القرار هات لأنه أقل من 18 ممنوع وحتى 18 صغير أنا برأيي ضد الزواج المبكر إطلاقا يعني أنا مع هذا الإشي لأنه هذا الإشي بحفظ حقوقها للبناء وبحفظ حقوق أهلها أنا مع تحديد في الزواج بالنسبة للبناء والشاب رأيي أنه هذا مش مشكلة يعني عادي يعني إذا بدامه هو بالغ وكادر أن يتجوز ومحام المسؤولية عادي يعني وإنه مشكلة بالنسبة للعروسي زي ما بدها برضو الإشي برجع لها وبرجع لأهلها إذا أموافك أو هذا هو